يجري نادي هيئة قضايا الدولة انتخاباته بنظام الإلكتروني بمقار النادي بحي الزمالك بالقهرة وتجرى الانتخابات من خلال التعاون بين وزارات الشباب والرياضة والتخطيط وهيئة قضايا الدولة وتحت إشراف قضائي كامل ويشارك في الانتخابات أكثر من 4000 عضو من خلال 10 لجان انتخابية لإجراء الانتخابات التكملية على منصب الرئيس فقط والذي يتنافس عليه اثنان من المستشارين المرشحين على المنصب التصويت الإلكتروني فعلا بادرة جميلة جدا لأنه وفر الجهد والمال والورق فيه المستخدم في عملية التصويت الإلكتروني لأن هنا مفيش عملية بطلان مفيش ورق باطل ولا حاجة مجرد المستشار الناخي بيدخل رئيس اللجنة احنا مقسمين هنا 10 لجان فرعية بيرقص كل لجنة فرعية مستشار تعتبر النواة الأولانية في العمل التطوير العملية الانتخابية وانه دا لم يحدث في اي نادي من قبل اي نادي رياضي التصويت هنا بيتم عن طريق عملية إلكترونية بنقلل للإيد العاملة فنسبة الخطأ بتكاد تكون معدومة طبعا الاشراف القضاء للبهوات على جميع الانتخابات مش هبقى فيه زحام في اللجان مفيش تكدس في اللجان يريد تكون دي النواة الأولانية في جميع الانواة الرياضية هو النظام النهاردة جديد هو النهاردة ان شاء الله انتخابات على كرسي واحد كرسي رئيسي النادي اللي اختار بين اتنين مرشحين مش شهر أحمد خلف ومش شهر أحمد خليفة طبعا التصويت اول مرة مش هيبقى ورقي بالمعنى الحرفي هيبقى ان شاء الله بالتصويت الالكتروني ده عن طريق اللاب بيعلم على التصويت المرشح اللي هيختاره وبيتم بعد كده الاختيار واتباعة الاختيار وبعد كده بيتحط في السندوق